السلام عليكم الأصدقاء الكرام مرحبا بكم من جديد كما تشوفوا التعاليق من هذا الفيديو على الشاشة التي سببت والنواحي والفيضانات وبأنها بالأمطار الصناعية نشرحنا ما معنى الصناعية رمشي كيصنعوها وإنما غير كيرمي للتلقيح بالمدافع وبالطائرات باش كتشكل وتصم قبل أوانها هناك يقول كما كيلة صناعية رأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتهم وأمنحهم المنزلوا كما شفتوا التعاليق يعني يا أخي بارك من تخاربين قولك رأيت طبيعا رأى يعني رأى الله ورأى الله وكل شيء مطبيل حال وضربنا مثال المسلم متحرد دعاة أولياء الشياطين مثلا أصحاب العلوم التجربية يعني كينكروا ما كينش الله وبالتالي يضحكوا علينا بأن الأمطار الصناعية أمطار الصناعية رأى مصطلح فقط فهمتي؟ ها هو خلق مواقف إسبانيا اللجوء المغرب اللي يستمتار وتلقيه السحو يعني رأى إسبانيا يلي كتشكوا وكتحضر المغرب والمغرب رأى معتار بأنها تشيركين هذا رأى برنامج غيث منذ سنوات وما كيخدموا عليه فهمتي؟ يعني هاتشيرك مشيش حاجة جديدة ولكن الناس ما نعرفش لاش ما كتتقبلش هذه وضربنا مثال دابا إلى وحدين مثلا بغاوا يولدو إلى آخره أو لما يمجوجين قاع أولا غير يكريوا راحم يعني كياخد الحيون المنوي ديانه البويضة مراته وكيلقحوا مزرعهم في الراحم دي المرة أخرى أي درا حرام من طابل حال ولكن واش هما اللي خلقوه أو الله اللي خلقوه لا الله اللي خلقوه من طابل حال ها هو المغرب يعيد الحياة لمبادرة غيث لتلقيح السحوب يعني إلى آخر هما جفوا الفرشة المائية العيسى بدي أسحاب الأبوكا والدلاع والتصدير والماطيشة جفوا الدنيا ها هو المغرب بالاستمطار الصناعي بالمغرب الناس كيتسعبوا راه مطار صناعي راه ماشي مطار صناعي ماشي مطار صناعي هذي غير مصطلحات بحال أطفال الأنابيب ولكن مشكين شي أطفال كيكبروا في الأنابيب غير كيجب دون بواسطة الأنبوب البويضة والحيون المنوي وكيلقحوا مزرعوا في الراحم وشكلي كيزرع الروح راه الله سبحانه وتعالى ها هو اللي شرحناها ولكن الناس لا يعرفش على كيف ترفض ها الاستمطار بالمملكة وذلك شي اللي كنتشوه في السعودية وفي الإمارات والفيضانات وكيقول لك شي مكان شي ومكان شي ضواهير أي ضواهير ولكن نرى بهاد التكنولوجيا بحالش بحالش إذا بحنا عدنا واحد الرموك غادي من أقادير للطانجة بالخضراء ياك نادوا الناس دكازة رك عارف عندما عدت ريت وارت الماوس تراسح واسميته والتلوود دي الجو تعرضوا لي الشمكرة ذاك الرموك أو ريتلو وفرقوا الصنادق والناس داوا الخضراء ودوك الدروبة كل شي خطفوا الصنادق اشنو قال لك الخضراء الصناعية يعني صنعناها احنايا وش هادي كتدخل العقل أنا خضر صناعية الخضراء كانت غادي للطانجة وتعرضوا لي الشلابية وصرقوا وخطفوها كذلك الأمطار الصناعي ولي الاستمطار هذي كانت سوحوا متكونة من عد الله سبحانه وتعالى وغاديها باش تصبفوا حج شي اخرى وما كيزربوا عليها كيطلعوا لها بالطائرات اولا بالمدافع من الارض وكيتيروا فيها وحال كيميويت معقد يعني صعيب شوي باش نشرحوها مش يوقروا عليها وبالتالي كيتكون تمال جاليد والرعاد والبراق وكيتصب بشتها ماذا يقول لك يا عددك البراختة وصناعي شكل يقال لك صناعي يا صعب شكل يقال لك صناعي الله يهديك كيروشوا عليها مواد كيماوية معقدة بالطائرات وبالتالي كيتشكلت النواة ديال الحبيبات وديال النواة ديال المطار وكيتصب بشتها يعني رمشي هما صنعوها هاك كم عندهم العبقري ديالهم رمكيناش بحال أطفال الانبيبرا مش هما كيخلقوا بنادم او لا كيصنعوها انما كيجبذوا الحيوان المانوي منها والبويضة منها وكيدقوا الحيوان المانوي في البويضة وكيبدأت تخصم جوج ربعات ثمانية ستاعش اه اه اتنين وثلاثين ربعة وستين وغادية اه ولكن ج 명 كين فوق الروح وش هما الا الله اللي كين فوق الروح ولك وش هما كيتصنعو الباشر نا صاحبي ممكنش يكونوا صنعو الباشر رغير يعني الامراض معينة ولكده كده كده كيتجاوزوا بدك تلقيح الصناع التي كيتصنعو أطفال أرنبيب كذلك هذا الاستمطار حاجة معروفة عند العلماء معروفة ومشي شي حاجة صعيبة يعني. كل شي كيمكلوا يدار. يعني هما كيتعرضوا المطار وكيزرعوا فيه اه اشياء معينة كيماويات وراموا يدرب الصحة بالمناسبة. فهمتي? باش كي يبردوا يتكوونوا يترعدد وتبرق. اه? وقد بدأتش تتصم. سهلة مالة. هاد شي كامل كنقوله علاش? علاش وما طلعوا يدير الجفاف الفرشة المائية مشات. راب هاد الشي السبب ديال التصدير. التصدير للخارج. اعمال يوم الجرية وعمال يوم الباصيرة. جفوا المانا بيعمل الارض جفوا السدود. وده ببدو كيتعرضوا للسحب اللي خلاق الله سبحانه وتعالى. وغادي المناطق اخرى. وكيتعرضوا ليه وكيتطيحوها قبل اوانيها بوسائل تكنولوجية جد معقدة. وفيها المالرة. قلت لكم الملاير. الملاير الملاير كتعرفوا ما من الملاير? الملاير المماليرة باش كيتقام هاد الشي هذا. قلت لكم لو وزعوا هاد الشي على طلال يبعد ناش تقريب انش تلتمائة الف طلاب. هادو غير اللي محصين. تلتمائة الف طلاب. اما اللي ما كي يقضرش يبين وجوه ويعطي وجوه ويحرق وجوه. را لعلك هترضى. هاد الاموال لو وزعوا عليهم را كل شي واللي يعيش بيه خير وعلى خير. وما يبقوش عدنا الشمكارة وقطع الطرق والمرة غادية ميدرم وخيف الشمكار يتعرض يديلي هالبستان ديها. فهادو اللي كيقولوا المصطلح دي الامطار صيناعية ولا الاستمطار ولا شي حاجة. الى كان شي حاجة هو ما يصنعوها. هاد اولياء الشيطان هو ما يصنعوها. ويطلعوا السمى زرقاء. السمى زرقاء راهية. ايوا ويضربوا البارود ديالهم وذلك شون شو نشوه واش غتنزل لهم ما غتنزل حتى شي اشتاوه لاش ينقتر الماطر. فهمتي? الماء ينزلوا من السماء من ماء فيه من بارد او كما قال الله سبحانه وتعالى. اشتاوه الماطر راه ينزلوا الله من السماء. ولكن دي السحوب اللي كتكون مكونة هما اللي كيددخلوا فيها بتفاعل الكيميوية ديالهم وبالتكنولوجيا وكيجعلوها تصب قابل الاوان ديالنا. هذه القصة بما فيها. بحال اطفال انابيب. والشي كامل الهدف ديالهم وتصدير الصحاري والدول الافريقية والاوروبية وما الى ذلك. والمغاربة مساكن المنتج المحلي لا يهم المخيش يوماتوا المغاربة. مشارق لتشغي البطاطا بعشرات درهم ولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل. ، ومن باادة عمل باديد المطاطرا سنخر regiment ، نأت على تم Christ's turnZ qual ibrahim. بل дис dress their talks لتدخل السوق المحلي. هم يهمهم الجيوب والعملة الصعبة والاموال. خلال مرتبطست هناك. الخلال. خلال خلال اstemكت طويل البنوك بالغير. هлись الذين رغلين والزماقرية واكلة الخرطة الشاعية للمكلخين كيجيبوا الاموال ديالهم الداخل وكيقول لك المواجرين جاءوا لنا اطناعشر مليار دولار اتناعشر مليار اوروف هالعام جاءت دخلوها المغاربة. اياه وبني كالبون دكش اللي كيصدروا البراء الاموال فين كالشي? هذيك ديرك سويسرا وديرك الباناما. والمكلخين يجيبوا الاموال ديالهم المغرب. وفي اللخين سرقوهم المدرأ ديال البونوك ودكشي ويربو. والخبار رأى في رأسكم. ارجو ان تكون الفكرة والصورة واضحة. والى اللقاء في حلقة قادمة. ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا لكم.